أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بدأ التحضير لخراء الضم المستوطنات والأهوار وشمال البحر الميت بالتنصيق مع الإدارة الأمريكية وذلك بموجب بنود صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقوال نتنياهو جاءت خلال الخطاب الانتخابي لنشطاء حزب اليكود والذي أقيم في مستوطنة معلي أدوميم في الضفة الغربية كما وهاجم نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق هود أولمارت يشار إلا أن أولمارت كان قد دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر شاشة اي 24 نيوز لدعم خطته للسلام كما وأنه من المقرر أن يعقد الرجلان مؤتمرا صحفيا بالتزامن مع مناقشة خطة ترامب للسلام في مقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك